أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب التعليم الصناعي تخصص مركبات طلاب الصف الثالث مركبات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة وحلقتنا النهاردة في مادة الكهرباء عن بادئ الحركة دائرة بادئ الحركة وإزاي بادئ الحركة بيشترك بادئ الحركة اللي هو المارش أو الستارتر اللي هو بيبدأ يشغلي المركبة أو المكانة بتاعتي أو المحرك بتاعي عشان نحصل على شوت قدر طبعا إحنا كلنا عارفين أن المحرك بتاعي رباعي الدورة بيتكون من أو بيتم الاحتراء أو بيتم تشغيل المحرك من خلال أربع عشواط اللي هم السحب والضغط والاشتعال والعادم إحنا عايزين نوصل لشوت اشتعال شوت قدرة واحد بس فبالتالي عايزين نشغل المكانة دي فمش كل مرة كان زمان يستخدموا المنافلة حاجة كده يد كده بيحطوها في المحرك من قدامه وبعدين يحصل على شوت قدرة يرفع اليد خلاص المكانة اشتغلت يبدأ يمشي بالسيارة بتاعها بدأ الموضوع يتطور ويجي العالم اللي اسمه فراي دي ويخترع أو يكتشف فكرة ونظرية جديدة هي نظرية الكهرومغناطسية عشان نستخدمها في بادئ الحركة نبدأ نخترع جهاز جديد أو محر جديد محر الكهرباء فدرسنا النهاردة ان شاء الله في مادة الكهرباء للصف التالت مركبات بيتكلم عن بادئ الحركة أو منظومة أو دائرة بادئ الحركة تعالوا بينا نبدأ درسنا بادئ الحركة وده شكله وبيكون موجود فين في المركبة عشان بعض الطلبة كنا نسألهم البادئ الحركة أو المرش أو الستارتر موجود فين يبدأ يبص هو على المركبة الموضوع مش محتاج انك تبص على المكنة وتقول بتاع المرش أو الستارتر أو السيلف ببعض الدول العربية بيسموه كده ركب فين؟ احنا لو بصينا لو أنا واقف قدام العربية بتاعتي وعندي السيور أو وش التأسيمة أو مقدمة المكنة بتكون على شمالك لو المكنة بتاعتي مكنة مستعرضة بيكون المكنة على السيور مجموعة السيور أو وش التأسيمة على شمالي يبقى على طول من غير ما شوف من غير ما بص المرش بتاعي موجود جهة اليمين هناك يم الحدافة العكس عكس السيور عكس مقدمة المكنة بيكون المرش ليه؟ لأنه بيكون راكب على الحدافة عشان يعمل إيه؟ عشان يشغل الحدافة بتاعتي وابدأ أحصل على شوط قدرة طيب هو لما بيشغل الحدافة إيه اللي بيحصل؟ لما بيشغل الحدافة بتاعتي بيدور عمود الكران فبيبدأ يحرك المكابس داخل الاستوان لما المكابس تبدأ تتحرك داخل الاستوان هنعمل إيه؟ هنعمل شوط سحب وضغط واشتعال اللي أنا عايزه استوانة منهم كفاية لو واحدة استوانة وواحدة اشتغلت بدأ المحرك بتاعي الميكانيكي يبدأ يستجيب أنا عندي اتنين محرك في السيارة والجديد في عالم المكبات بتاعنا السيارات الهاجين النظام الجديد ولكن حتى لو احنا اشتغلنا على السيارة العادية بتاعتنا أنا عندي اتنين محرك في السيارة محرك بيشتغل بالوقود محرك حراري ومحرك كهرباء المحرك الكهرباء اللي هو المارش والمحرك الحراري اللي هو المحرك البتاعي اللي هو بيشتغل بالوقود ناخد الوقود نحوله إلى طاقة حرارية عشان تتحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية يبقى اللي احنا عايزينه من المرش أو من البادئ الحركة أنه هو يدور الحدفة بتاعتي لما يدور الحدفة بتاعتي هيحرك المكابس عشان نعمل سحبه وضغطه واشتعال وعادم لما نعمل الاستوانة واحدة بس شوت اشتعال كده المكانة بتاعتي أو المحرك الحراري بتاعي بدأ يشتغل المرش بتاعي دوره وانتهى شكراً لأنه هو هيبدأ بس التشغيل ودوره بينتهى على كده وتبدأ السيارة بتاعتي تمشي طيب المحرك ده بيشتغل ازاي؟ فكرة عمله ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله في درس النهاردة تعالوا بينا نبدأ المحرك الكهربائي اخترعوا العالم مايكل فرايدي سنة 1821 1821 هو اكتشفوا من المغناطسية المغناطيس لما نجيب قطبين أقطاب مغناطسية متشابهة ونجيبها البعض بيحصل تنافر بينهم طيب لو غير متشابهة بيحصل ايه تجاذب؟ يعني لو كان قطب شمالي مع قطب جنوبي هيحصل تجاذب طيب لو شمالي مع شمالي هيحصل تنافر كمان فرايدي لقى إن لما نمشي في سلك طيار كهربائي هيمر لو مر في أي موصل طيار كهربائي هيتولد حواليه مجال مغناطيسي خلي بالك العالم فرايدي ده أول مخترع أو اكتشف النظرية بتاعته منها عملنا المحرك الكهربائي ومنها عملنا المولد الفكرة بتاعتهم جاية من حاجة واحدة بس اللي هي الكهر ومغناطيسي يبقى أي سلك هيمر فيه طيار كهربائي هيتولد حواليه مجال إيه؟ مجال مغناطيسي طب وإحنا هنعمل إيه بالمجال المغناطيسي؟ إيه فكرته عندي في المرش؟ إحنا هندي للملفات طيار كهربائي أصبحت الملفات دي اللي معاها حطين حديد من النوع حطين أقطاب حديدية لما نلف حواليها سلك ونديها طيار كهربائي هتتحول هي كمان إلى إيه؟ مغناطيس طب المغناطيس ده هنستفيد بي إيه؟ هنستفيد بيه إن الأقطاب المتشبهة لو ده شمالي جاي مع شمالي العدو الدوار مع العدو السابت هيحصل تنفر بينهم يبدأ يدور إيه؟ المحرك بتاعي الدينمو العكس هندي طيار كهربائي لأعضاء العدو التنبيه بتاعي علشان يديني مجال مغناطيسي العدو الدوار يدور يقوم يتولد فيه قوة يقطع خطوط المجال يتولد فيه قوة دفعة كهربائية النهاردة احنا بنتكلم عن المرش خلينا في موضوع المرش بتاعنا إن احنا هندي طيار كهربائي عشان يديني مجال مغناطيسي يحصل تنفر يبدأ يدور يبقى العالم فريدي اكتشف النظرية بتاعته سنة 1821 ومنها عمل اول محرك كهربائي اللي استخدمناه في حاجات كتيرة جدا عندي في التلاجات والقطرات وفي المصانع عشان نحرك السيور واستخدمناه في المحركات الكهربائية اللي موجودة عندك في البيت عشان نرفع المياه لفوق البيت عندكم تمام المحرك الكهربائي هو آلة تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ايه؟ حركية يبقى المحرك الكهربائي اللي هو المرش المرش ده محرك كهرباء بيحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية أو طاقة دورانية عشان ننجز بيها شغل أو نعمل بيها شغل فلما بيبدأ يدور المرش بتاعي هيحرك مع ترس البندكس أو ترس البنيون فيبدأ يحرك ترسل الحدفة الكبير عشان يحرك المكانة بتاعتي عشان نحصل على شوط قدرة أو شوط اشتعل يبقى تاني المحرك الكهربائي في فرق بين المحرك الكهربائي والمحرك الحراري وده ممكن يجيلك سؤال ما هو الفرق بين المحرك الحراري والمحرك الكهربائي المحرك الكهربائي هو بيحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرقية أو طاقة دورانية ننجز بها شغل لو أنت عايز تكتب زي ما إحنا كدبين ولكن لو عايز تكتب زي ما أنت فاهم هو تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرقية دي كفاية أما المحرك الحراري هو بيحول الطاقة الحرارية إلى طاقة حرقية أو طاقة ميكانيكية تمام يا شباب؟ يبقى المحرك الكهربائي هو محرك تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية أهمية المحرك الكهربائي أو بادئ الحركة وزي ما احنا شايفينه في الصورة عندي ده المفتاح علشان نعرف كمان مكونات دايرة بادئ الحركة دايرة بادئ الحركة بتتكون من البطارية والمفتاح بادئ الحركة المفتاح بتاعها أهوت وبادئ الحركة والحدافة اللي باللول اللازرق اللي عندي تمام فايدته إيه؟ فايدته إن أنا بحرك تيرس الحدافة علشان أحصل على شوط قدرة شوط قدرة من المحرك الحراري يبقى فايدة بادئ الحركة هو تشغيل المحرك الحراري أو الحصول تشغيل المحرك الحراري للحصول على شوط قدرة واحد لإستوانة واحدة أو إستوانتين أي أن كان يعني مجرد أن أنا بشغل المكنة أو المحرك بتاعي بيشتغل خلاص دور بادئ الحركة أو المارش أو السيلف بتاعي دوره انتهى تعالوا نكمل ونشوف التركيب بتاعي بيتكون من إيه؟ بادئ الحركة بادئ الحركة بيتكون من ثلاث أجزاء رئيسية هم مجموعة بدء الإدارة الكهرابي ومفتاح الإدارة الكهرومغناطيسي أو اللاقت ومجموعة التعشيء بتاعة البندكس أو البنيون يبقى أنا عندي ثلاث أجزاء لبادئ الحركة ثلاث أجزاء لبادئ الحركة المحرك الكهربائي نفسه اللي هو البرميل باللي فيه بعضو الضوار باللي فيه عشان يديني طاقة حركية والجزء الثاني اللي هي الدجمة أو اللاقت أو الأوتوماتيك بتاع تيرس البندكس اللي هو بيحرك تيرس البندكس للأمام عشان يعشقه مع الحدافة عشان يدور المكانة بتاعتي والمجموعة الأخيرة أو الجزء الثالث والأخير هي مجموعة التعشيء اللي هي الروافع بتاع التعشيء تيرس البندكس مع تيرس الحدف تمام يا شباب يبقى تاني أنا عند الهيكل الوسطاني أو الجزء الأساسي في بادئ الحركة اللي هو الهيكل الأوسط اللي هو عبارة عن محرك كهرباء اللي هو البرميل اللي هو فيه عدو التنبيه وعدو عدو التنبيه اللي هو بيديني مجال مغناطيسي والعدو الضوار الداخلي ده المحرك دي فكرة عمل أو الفكرة الأساسية في الجزء الوسطاني وبعدين مجموعة تحريك أو التحكم في تيرس البندكس أو اللاقت أو الأوتوماتيك ومجموعة التعشيء تلات أجزاء لبادئ الحركة أو المرش بتاعي الموجود في السيارة بتاعتي تعالوا نشوفوا في الصورة اللي قدام مني ده أهو ده الجزء الرئيسي ده الجزء الأهم عندي ده المحرك الكهرباء المستطيل الكبير اللي قدام مني وده اللاقت ده اللي هيعمل إيه؟ ده اللي هيحرك لتيرس البندكس اللي هو قدامي دي مجموعة التحكم أو تحريك تيرس البندكس ده تيرس البندكس عنده هو اللي هو هيتحرك عشان يتعشق يطلع للأمام كده جهة اليسار عشان يتعشق مع تيرس الحدفة تيرس الحدفة اللي هو راكب في نهاية عمود الكرانك راكب في نهاية عمود الكرانك عشان يخزن الطاقة تيرس الحدفة ليه فايدتين الفايدة الأولى هو تخزين الطاقة من الشوت الفعال للشوت غير الفعال والفايدة الثانية هي تشغيل المحرك من خلال بادئ الحركة يعني بادئ الحركة يدوره وهو يدور المحرك بتاعه نرجع تاني لموضوعنا إن بادئ الحركة بيتكون من ثلاث أجزاء المحرك الرئيسي أو المحرك الكهربائي وده اللي فيدته تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية ده المفتاح الكهرومغناطيسي وده فايدته أنه هو بيحول الطاقة الكهربائية إلى مجال مغناطيسي وحركة ناخد منه برضو حركة من خلال المجال المغناطيسي أما مجموعة التحكم أو تشغيل تيرس البندكس ده عشان تطلع تيرس البندكس من مكانه تخليه يروح اليسار عشان يتعشى مع تيرس الحدفة وترجعه تاني مجرد إن المكانة تشتغل أو المحرك بتاعه يشتغل لإن لو تيرس البندكس فضل شغال أو متعشق مع تيرس الحدفة هيتكسر لإن سرعة المكانة بتكون أعلى من سرعة المحرك الكهروائي فبالتالي تيرسه هتتكسر والمرش بتاعي هينتهي فعشان كده لازم نرجعه مجرد إن هو يشغل المكانة بتاعتي تعالوا نكمل ونشوف أشكال وأنواع بادئ الحركة أو المرش المستخدم معايا في السيارات زي الصورة اللي قدام مني ديت أشكال مختلفة لشكل المرش أو بادئ الحركة الموجود معايا وأنواعهم أنا عندي أنواع بادئ الحركة تلات أنواع أول نوع عندي اللي هو موجة بالتعشي موجة بالتعشي وإحنا بنتحكم هنا أو بنصنفهم أو بننوعهم حسب تعشي تيرس البندكس مع تيرس الحدف يعني إحنا لما نيجي نقول إحنا ليه نوعنا المرش أو بادئ الحركة صنفتوا أنت بناء على إيه أو غياء أو قولت الأنواع المختلفة اللي هو الموجة والإلكترو كهرومغناطيسي والحاجات دي ليه بناء على تعشي تيرس البندكس مع تيرس الحدف تمام؟ فبنقول أول نوع عندي اللي هو النوع الأولاني بادئ الحركة موجة بالتعشي النوع الثاني بادئ الحركة ذو التشغيل الكهرومغناطيسي بيتعشق كهرومغناطيسي بادئ الحركة ذو المغناطيس الدائم أو السابت تمام؟ يبقى أنا عندي تلات أنواع لأنواع بادئ الحركة أو المرش أو الستارتر تعالوا نكمل عايزين نعرف الأجزاء بتاعة بادئ الحركة عندي أول جزء اللي هو عمود بادئ الحركة وده اللي هو بيكون موجود عليه العدو الضوار وعليه عدو التوحيد عدو التوحيد اللي هو بيكون عليه قطع نحاسية هنشوفها وهنشوف صور لها دلوقتي حال يبقى العمود الرئيسي أو العمود الرئيسي في بادئ الحركة وده بيكون موجود عليه عدو التوحيد وبيكون اللي احنا هنركب على عدو التوحيد ده الفحمات أو الفرش الكربونية وبيكون نراكب عليه كمان العدو الضوار ونوصله طيار كهرابي عشان العدو الضوار ده لما يوصله طيار كهرابي يتحول لي مجال مغناطيسي يصبح العدو الضوار هو كمان في أقطاب مغناطيسية عندي تاني حاجة عدو الاستنتاج أو القلب وده بيتألف من رقائق من الحديد الصلب وقلنا الحديد الصلب خدناها في سنة أولى يا شباب ان احنا بنستخدم الحديد الصلب لانه بيحتفل بالمغناطيسية بتاعتي مدة أطول والممانعة بتاعته للمغناطة قليلة جدا فاحنا بنستخدم الحديد الصلب فاحنا حطينا رقائق من الحديد الصلب فيه على العمود نفسه على العمود الرئيسي بتاع العدو الضوار وبعدين ركبنا فيها الملفات بتاعة عدو التنبيه أو عدو الاستنتاج يبقى تاني حاجة أو تاني جزء عندي عدو الاستنتاج وقلنا بنعمل شرائح من الحديد معزولة عن بعضها وبنركب عليه ملفات العدو الاستنتاج بتاعتي تلاتة أو الجزء الثالث في المرش أو بادي الحركة بتاعي ملفات عدو الاستنتاج والملفات دي بتكون من الأسلاك والأسلاك دي عاملينها من النحاس وبتكون معزولة عن بعضها ومعزولة عن الشرائح بتاعة حديد الصلب اللي احنا حطيناها علشان ما يحصلش اتصال وإحنا بنعمل أكتر من اختبار لو لحقنا نتكلم عن الاختبارات لو أنا عايز أختبر المرش بتاعي وشوف هل فيه تسريب أرضي أو دبائر مفتوحة ولا لا هنقولها إن شاء الله يبقى الأسلاك بتاعتي بنستخدم النحاس علشان النحاس موصل جيد للطيار الكهرابي والممانعة بتاعته أو المقاومة بتاعته للطيار الكهرابي بتكون ضعيفة فأنا مش عايز موصل يكون ممنعته عالية لأن الطيار الكهرابي اللي هيمر منه هيكون ضعيف وبالتالي المجال المتولد حوالين منه هيكون ضعيف تاني المعلومة دي أنا بستخدم النحاس علشان النحاس المقاومة بتاعته للطيار الكهرابي بيكون ضعيف الممانعة بتاعتي بتكون ضعيفة طيب إيه اللي أنا هستفيده؟ هستفيده أن الطيار الكهرابي اللي هيمر في الموصل بتاعي هيكون عالي القيمة بتاعتي قيمة الفولتة هتكون عالية ومعنى أن الطيار الكهرابي اللي هيمر من الموصل أو من عدو الاستمتاج يكون عالي معناها أن المجال المغناطيسي المتولد حوالين الموصل هيكون هو كمان عالي معنى أن المجال المغناطيسي عالي يديني قدرة أعلى للمحرك الكهربائي بتاعي تمام؟ يبقى أنا استخدمت النحاس عشان الممنعة بتاعتي بتكون ألي يبقى احنا عرفنا في الشريحة اللي قدامي دي أن أنا عندي تلات أجزاء دولة أول تلات أجزاء في بادي الحركة كان العمود البدء اللي بنركب عليه عدو التوحيد وبنركب عليه كمان عدو الاستنتاج اللي احنا هنركبه على العمود وعدو الاستنتاج بيتكون من شرائح معزولة عن بعضها من حديد الصلب وبنحط على الشرائح دي بيكون جوه الشرائح دي مجاري بنركب فيها ملفات عدو الاستنتاج اللي هي بتصنع من النحاس وقلنا بنستخدم النحاس عشان المقاومة بتاعته بتكون قليلة وبالتالي مجال المغناطيسي المتولد حوالين السلكة أو الموصل هيكون عالي العدو اللي بعد كده عدو التوحيد وعدو التوحيد بنركب قطع من النحاس متصل بتوصل نقطتين الموصل ببعض ما هو الموصل ليه بداية ونهاية بداية الموصل بتتوصل بقطعة نحاسية مقابل لها من الطرف التاني القطعة التانية تيجي الفرشة الكربونية توصل الطيار الكهرابي للموصل من خلال النقطتين التلامس بتاعتها مع عدو التوحيد يبع عدو التوحيد هي قطع نحاسية ركبة على عمود العمود الرئيسي لبادي الحركة النقطة الخامسة أو الجزء الخامس في بادي الحركة وهو أعضاء التنبيه وهي الأقطاب المغناطسية أو المخدات ودي بتبقى موجودة في البرميل يا شباب تعالوا معنا كده نركز شوية البرميل بتاع المرش البرميل اللي هو الشكل اللي استواني الدائري ده بيبقى فيه مخدات يبقى الجزء اللي ركب فيه بيبقى فيه قطع من الحديد الصلب وحوالين منها ملفات من النحاس الملفات من النحاس دي معزولة طبعا عن بعضها ومعزولة عن القطعة الحديدية المصنوعة من الصلب علشان ما يحصلش اتصال بينه دي بنسميها ايه مخدات أو ملفات المجال عشان تعمل ايه تقريبا بيبقى بيكون موجود أربعة كل اتنين قبل بعض عشان تعمل لي قطب شمالي وقطب جنوبي ونفس الشيء هنا الأقطاب أو الأقطاب المغناطسية دي عشان لما العدو الدوارة وصله هو كمان طيار كهربي يقوم يعمل لي قطب شمالي وقطب جنوبي يجي القطب الشمالي بتاع العدو الدوار مع القطب الشمالي بتاع عدو التنبيه أو ملفات المجال اللي هي موجودة في البرميل فلازم يحصل تنافر القطبين لازم يحصل بينهم تنافر طب البرميل ماسك مربوط في جسم العربية نفسه أو في جسم المكنة فبالتالي البرميل ده مش هيتحرك مين اللي يتحرك العدو الدوار العدو الدوار لما يدور يقوم القطب الشمالي اللي كان هنا حصل تنافر بينه وبين القطب الشمالي بتاع المخدات يقوم يدور يروح الجنب التاني يلاقي فيه جنوبي مع جنوبي يقوم يدور وهكذا تبدأ فكرة عمل المرش بتاعي أو بادئ الحركة يبقى المخدات بتاعتي هي الموجودة أو عدو التنبيه هو الموجود في البرميل عشان لما نيجي نتكلم حد من الأسادزة أو المعلمين يسألك في الاختبار بتاعك العملي اللي موجود في البرميل ده إيه؟ ده ملفات المجال أو المخدات اللي هي بتديني مجال مغناطيسي طب هو عدو الدوار كمان ما بيدينيش مجال مغناطيسي لا بيديني هو كمان مجال مغناطيسي لكن بتاعت عدو الدوار بنسميها المخدات تمام يا شباب؟ وبنسميه عدو التنبيه نيجي بقى للفرش أو الفحمات الفرش أو الفحمات دي عشان توصل الطيار الكهربي العدو الدوار بيدور طب إحنا هندي كهربة لعدو بيدور إزاي؟ قامت الشركات او عملهم فرش كربونية الفرش دي مصنوعة من الكربون والنحاس بس بيزود نسبة النحاس فيها اما في الدينمو او المولد بتاعي اللي موجود في السيارة بتبقى نسبة الكربون اعلى من النحاس النحاس عشان التآكل هنا احنا مزودين نسبة الكربون عشان ما يحصلش تآكل بسرعة للفحمات بتاعته العدو الدوار لما بيدور احنا عايزين نديره طيار كهرابي هنديره طيار كهرابي ازاي هنخط فحمات على عدو التوحيد عدو التوحيد قلنا قطع من النحاس هل النحاس موصل للطيار الكهرابي او موصل للطيار الكهرابي هل الكربون اللي محطوط خلطينه بنحاس اللي هي الفرش موصلة للطيار الكهرابي موصلة للطيار الكهرابي يبقى احنا هندل الفرش الفرش بيبقى فوق من هياي عشان تضغط دايما كل ما تتاكل طبعا هي ملسقة أو بيحصل احتكاج دايما بينها وبين عدو التوحيد فبيحصل لها تآكل فبييجي فوق منها اليايات عشان تضغطها لأسفل كل ما يحصل تآكل هي تنزل لأسفل عشان يفضل تلامس أو يحصل اتصال دايما بينها وبين عدو التوحيد طيب نرجع لكلامنا تاني العدو اللي عمال يدور ده هنديله طيار كهربي ازاي؟ هنديله طيار كهربي من خلال الفحمات يبقى الفحمات دي هي اللي بتوصل طيار كهربي لعدو الاستنتاج اللي هو في العدو الدوار أو العمود الرئيسي بتاع المارش اللي راكب عليه ترسل بندكس كمان فيهمنا دي يا شباب؟ هندي طيار كهربي من خلال الفحمات اللي هي بتصنع من الكربون والنحاس ونسبة النحاس بتكون فيه عالية عشان التآكل لأن هو بيحصل اتصال مع عدو دوار العدو الدوار ده بيحصل تآكل جامد الاحتكاك ودرجة الحرارة بتحصل تآكل فاحنا بنحط النحاس عشان هو مقاوم للتآكل والبرل وموصل جيد كمان للطيار الكهربي يبقى ده العدو أو الجزء رقم 6 في المارش بتاعي وده شكل المارش أو بادئ الحركة بتاعي والأجزاء بتاعتي مكتوب عليها كلها اهو ده العمود الرئيس اللي احنا لسه متكلمين عنه ده القابط بتاع تيرسل بندكس اللي هو بيعمل ايه؟ هنعرفه دلوقتي حالا وده الرفعة اللي هي بتحرك تيرسل بندكس لأمام جهة اليسار عشان يتعشق مع تيرسل حدافة وده عدو الاستنتاج وده المخدات بتاعتي اهي اللي هي بتكون رقبة في البرميل وده الاوتوماتيك أو المفتاح الكهرومغناطيسي أو الدقمة أو الاوتوماتيك اللي هو بيحرك تيرسل بندكس للأمام عشان يتعشق مع تيرسل حدافة والفحمات بتاعتي بتكون رقبة وراء هنا على عدو التوحيد عدو التوحيد بتاعي اهو اللي هو الموجود في الخلف عدو التوحيد بيتكون من قطع من نحات زي ما احنا شايفينها عشان توصل ايه؟ عشان توصل الملفات اللي جوه هنا الموصل شايفين السلوك؟ السلوك دي بيمشي الموصل كده عشان يروح يتجدل يمشي في المجرى ويرجع تاني يبقى فيه بداية ونهاية البداية بتاعته تكون قطعة نحاسية هنا ونهايته قطعة نحاسية مقابلة للنحية التانية طيب انا عشان اعمل برضو نقول المعلومة دي بسرعة عشان الاختبارات بتاعت العملي لو انا عايز اشوف دوائر مفتوحة بفتح جهاز الفولتاميتر او المالتيميتر واخليه على الزنان واحط طرف منه على عدو التوحيد نهو طرف على عدو التوحيد وطرف على جسم السلب او شريح السلب لو اداني صوت لو زن معايا اذا الدوائر بتاعتي هنا مفتوحة فيه موصل من الموصلات دي السلك العازل اللي عليه التاكل وحصل اتصال ما بين الجسم المرش والموصل نفسه عشان كده الدائرة بقت بتاعتي مفتوحة بقى فيه اتصال ارضي يعني انت لو ادي المرش بتاعك مش هشتغل في الحالة دي خالص لان انت بتديله طوير كهربي هيصربه للجسم ومش هيحصل فيه مجال المغنسيسة وبالتالي المرش بتاعي مش هيشتغل احنا قلنا الاختبار العملي ده كده سريع علشان نلحق يعني نقول باقي الحاجات يا رب نلحق في الحالة نقول باقي الحاجات يبقى انا تاني هعملها ازاي هاجيب المالتيميتر واعمله على الزنان ووصل طرف منه على قطعة من النحاس اللي قدامي دي والطرف التاني على جسم المرش هنا على الحديد الحديد الصلب الشريح نفسها لو زن معايا او ان انا احطه على العمود نفسه او ترسل بندكس لو زن معايا معناها ان فيه اتصال ارضي او الدوائر بتاعتي مفتوحة طيب لو انا عايز اختبر عدو التوحيد نفسه اشوف هل فيه دوائر مفتوحة ولا مغلقة فيه اكتر من اختبار ولكن انا هقول دلوقتي على لو انا معايا مالتيميتر لو معايا مالتيميتر هحط هعلم نقطة او قطعة من النحاس دي اعلمها باي لون او بقلم او باي شيء وحط طرف من المالتيميتر على واحدة من القطع دي وابدأ اتحرك بالنقطة التانية واحد اتنين وابدأ امشي المفروض مع كل واحدة من دي تديني ايه صوت عشان يحصل اتصال بينهم لو ما ادتنيش يبقى فيه قطع في الدايرة تبقى الدايرة بتاعتي مفتوحة والمرش بتاعي ده من الشغل تعالوا نكمل ده شكل المرش فيه شكل البداي بتاعه ده عدو التوحيدة هوت ودي ملفات عدو الاستنتاج ودي المخدات بتاعتي او عدو التنبيه ودي الشرائح اللي هي من الصلب علشان لما الطيار الكهرابي يمشي جوه الملفات ده او الموصل ده يقوم يكسب الشرائح الصلب دي المغناطية اصبحت هي كمان مغناطيس اذا اصبح ده هو مثلا مثلا حسب قاعدة فيلمينج اليد اليومنى واليد اليسرى اتجاه المجال هيبقى ده قطب شمالي والمقابل لي في النحية التانية من اسفل هيبقى قطب جنوبي ولو فرضنا ان ده قطب شمالي اذا هيحصل تنافر يقوم هو عايز يبعد عن ده يروع لي ده يلاقي هو كمان ده قطب شمالي يبدأ يدور العدو الدوار بتاعي لان العدو السابت ماسك في جسم السيارة فمش هيتحرك يبدأ يدور العدو الدوار وبالتالي يدور معايا ترسل بندكس فيحرك الحدفة بتاعته برضو الاجزاء شكل الاجزاء بشكل تاني اهو ده العمود اللي هيركب عليه ترسل بندكس عدو التوحيد عدو الاستنتاج وده الملفات بتاعتي ماشية في المجارة اهي رايحة لعدو التوحيد تمام ده كله كده ده العمود الرئيس اللي احنا تكلمنا عليه اللي احنا قلنا ستة اجزاء اده العمود واحد عدو التوحيد عدو الاستنتاج اتنين قد كده تلت اجزاء هنا وعندي المخدات او عدو التنبيه وقعدة الفرش الكربونية بتاعتي اللي هي بتركب على عدو التوحيد تمام يا شباب عشان توصل الفرش الكربونية بتاعت ده ايه بتركب هنا في النهاية على عدو التوحيد عشان توصل الطيار الكهرابي بتاعي ليه الموصل او الملفات بتاعة عدو الاستنتاج وقلنا تاني هندخل طيار الكهرابي هنا ليه احنا هندخل طيار الكهرابي في عدو الاستنتاج وعدو التنبيه لاتنين هيخش فيهم طيار الكهرابي ما هي دي فكرة العمل بتاع المرش ان انا ادخل طيار الكهرابي لعدو الاستنتاج وادخل طيار الكهرابي لعدو التنبيه عشان نعمل مجال مغناطيسي يقوم يحصل تنافر بين الاقطاب المتشبهة الشمالي يتنافر مع الشمالي والجنوبي يتنفر مع الجنوبي وبالتالي يدور العدو الاستنتاج أو العدو الضوار في المرش بتاعي فيحرك تيرس البندكس فيحرك الحدافة بتاعتي ودي فكرة عمل أي محرك كهربائي حتى المحرك اللي هو المحرك المضخة أو المطور الكهرباء اللي موجود عندك في البيت عشان يرفع المياه فكرة عمله هي نفس فكرة عمل المرش بالزبط المحرك الكهربائي هو تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية لإنجاز شغل أو للاستفادة به في شغل تعالوا نكمل احنا قلنا ان عدو فكرة عمل المرش بتاعي ان انا بجيب عدو التنبيه عدو التنبيه بديله طيار كهربي اللي هو راكب في البرمية هنديله طيار كهربي عندي كمان العدو الضوار هنديله طيار كهربي هنديله طيار كهربي منين من الفحمات او الفرش الكربونية الفرش الكربونية هتدي العدو التوحيد عدو التوحيد بيدي للمواصلات بتاعة عدو الاستنتاج اللي هو العدو الضوار عشان من تهشي من بعض هم جزئين رئيسيين وهم المهمين هم اللي بيعملوا فكرة شغل المحرك الكهربائي عدو التنبيه وعدو الاستنتاج عدو التنبيه هيعمل مجال مغناطيسة عشان يعمل شمالي وجنوب وعدو الاستنتاج اللي هو العدو الضوار اللي في النص هيعمل هو كمال شمالي وجنوب يجي الشمالي من فوق مع الشمالي يحصل تنافر بينهم ده مش هيقدر يدور لانه ثابت مربوط في جسم المكنة يبا مين اللي هيدور؟ العدو الضوار ممتاز يبدأ العدو الضوار اللي يدور معايا عشان يحصل خلف أو يحصل تنافر ما بين الشمالي والشمالي يبدأ يدور يقوم يلاقي اللي جاي بعد منه هو كمان شمالي يقوم يفضل يدور لانها تتعكس الحركة بتاعتي أو هيتعكس اتجاه الطيار عفوا فهيتعكس اتجاه الطيار فيبدأ يدور المرش بتاعي أو العدو الضوار بتاعي لغاية لما يدور الحدفة بتاعتي عشان نحصل على شوت قدر تعالوا نكمل يبقى عدو الاستنتاج بتاعي انا هتديله طيار كهرابي عشان يديني مجال مغناطيسي وعدو التنبيه اللي هو اللي بنسميها المخدات اللي احنا بنركبه في المرش بيبقى ثابت في البرميل بتاعي طيب العدو الثابت أو بنية المجال بنولد فيه بنحط فيه ملف مغناطيسي وبعض الشركات عملت في المحرك الكهربائي الثابت زو الطيار الثابت عملت مغناطيس ثابت يعني بعض الشركات عملته عبارة عن قطع من الصلب ولفت حواليها ملف عدو التنبيه ادات له ملف كمان عشان لما نديره طيار كهرابي يتحول لمغناطيس وفيه شركات عملت أو المحرك الكهربائي زو الطيار المستمر عملت مغناطيس مستمر جابت مغناطيس أو قطع حديدية مصنوعة من الصلب وأكسبتها المغناطة بالطرق اللي احنا عارفينها التدليك أو الطرق المختلفة اللي احنا عارفينها وخلاته مغناطيس سابت يبقى احنا هندخل طيار كهرابي المين بقى في الحالة دي هندخل طيار كهرابي لعدو الاستنتاج فقط لا غير أما عدو التنبيه هيصبح مغناطيس سابت كما هو نكمل العدو الدوار أو بنسميه الحفظة العدو الدوار هنديل بيتكون برضو من شرائح من الحديد الصلب وفيه مجاري هنلف جوه المجاري دي بموصل عشان ندخل فيه طيار كهرابي هندخل طيار كهرابي ليه؟ عشان أي سلك هيمر فيه طيار كهرابي هيتولد حواليه مجال المغناطيس ده معنى إننا لما أدخل طيار كهرابي للموصل بتاع عدو الاستنتاج الشرائح اللي هي من الصلب المعزولة عن بعضها هي كمان هتكتسب المغناطيسي هتصبح هي كمان معناطيس تمام لما تصبح هي كمان معناطيس أصبحت فيها قد بشمالي وقد بجنوب مع عدو التنبيه يحصل تنافر ويبدأ يدور طيب العدو الدوار ده هندوره إزاي؟ هنحط له كراسي رمان بيلي علشان ما يحصلش مقاومة للحركة بتاعته تمام يا شباب؟ يبقى العدو الدوار بنركبه على كرسيين من رمان البيلي في المقدمة في البداية والنهاية عشان يكون سهل الحركة بتاعه وكمان لما يدين صوت بنسمع صوت يجي بعض المستخدم السيارات أو ركيب السيارات أو أصحاب السيارات يقولك أنا سامع الصوت جامد جدا لما باجي أشغل أنا بسمعه بخبرتي أو أنت كفني بخبرتك تقدر تحدد رمان البيلي بتاع المرش العطلان ولا بتاع الكمبروسر ولا بتاع المولد ولا رمان بيلي الشداد وأقدر أحدده لو حددته كمان هو رمان بيلي المرش أقدر أحدده إن كان الأمامي أو الخلفي من خلال الخبرة ونستخدم السماعة بتاعتنا اللي بنسمع بيها الأصوات الموجودة يبقى الأعطال اللي ممكن تحصل كمان عندي للعدو الدوار إن يحصل عندي قطع أو اتصال أرضي للأسلاك أو الموصل إن الرمان البيلي بتاع العدو الدوار يتلف ويحتاج يتغير أو إن يحصل عطل في عدو التوحيد أو الفحمات بتاعته تنتهي ده شكل العمود عليه عدو الاستنتاج وعليه عدو التوحيد تماما كمل نيجي بقى المجموعة الإدارة وتعشيق تيرس البنيون أو تيرس البندكس ده شكلها أنا عندي تيرس البندكس أهوة وبعدين بعد منه القابض تيرس البندكس لما بيبدأ بديله وبدل اللاقت ده أو الأوتوماتيك بتاعه كهرباء بيتحول لمغناطيس بيجذب القلب الحديدي اللي جواه للخلف عشان الرفع ده هي من أعلى تروح للخلف جهة اليمين الرفع اللي قدامي ديها شباب أنا عندي محور ارتكاز أهو محور ارتكاز يعني لو من فوق انجذبت لليمين تبقى من أسفل تروح لفين؟ لليساء طب تعالوا نشوف الرفع لما ندي هنا طيار كهرابي للمفتاح الكهرومغناطيسي احنا هنا بنتكلم عن دايرة التعشي لما من فوق تروح لليمين من أسفل تروح جهة اليسار هي رجبة على العمود بحلزوني زي ما احنا شايفين عشان تدور معاها تقوم تحرك تيرس البندكس تيجيبه معايا لليسار عشان يطلع يتعشق مع الحدافة بتاعتي وهنشوف الحاجات دي حركة دلوقتي ان شاء الله تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده المجموعة دي بتتكون من تيرس البنيون او تيرس البندكس في بعض الكتب بتسميه تيرس البنيون على اساس النواة صغيرة زي تيرس البنيون في مجموعة النقل النهائي وبرضه حلزوني وبعض الكتب بتقول عليه تيرس البندكس واحنا في اغلب الكتب عندنا بنقول عليه تيرس البندكس وبعدين التيرس الحلقي او الحدافة بتاعة المحرك وبعدين وسائل الحماية أو القابض والأجهزة الموجودة في دائرة التعشيق بتاعة ترس البندكس عشان تحميه من التلف طيب أنا عندي كمان ترس البندكس بيدور حوالي 30 لفة عشان يدور ترس الحدافة لفة واحدة بس لأن ترس البندكس ترس صغير وترس الحدافة ترس كبير عدد أسنان ترس البندكس تتروح من 10 إلى 20 سنة أما ترس البندكس أدو 30 مر طيب ده ترس البندكس متعشق أهو مع ترس الحدافة ترس البندكس قدام الصغير دهو متعشق مع ترس الحدافة وقلنا إن عدد أسنانه بتتروح من 10 إلى 15 وبيدور من 15 إلى 30 لفة على ما ترس البنيو ترس الحدافة يدور لفة واحدة بس ومنها أحصل على حركة أو شوت قدرة يعني بعض الشركات عمل الترس البندكس يدور 10 لفات فتدور الحدافة لو كانت الحدافة صغيرة بس الحدافة هتبقى صغيرة لما عدد الإستوانات تكون كبيرة وبالتالي أنا مش محتاج حدافة كبيرة المعلومة دي مهمة أو يا شباب ياريت نركز مع بعض فيها لو أنا عندي عدد الإستوانات بتاع المحركة كبيرة 8 سلمدر مثلا فالحدفة بتاعتي هتكون صغيرة فترس البندكس هيكون عدد الأسنان بتاعته صغيرة بتاع الحدافة وبالتالي ترس البندكس لو كان 10 أسنان يبقى نسبة التشغيل بتاعتي ده يدور 10 مرات عشان ده يدور 10 عشان ده يدور مرة واحدة بس ليه؟ لأن ترس الحدافة صغيرة طب وإحنا صغرنا ترس الحدافة ليه؟ مع عدد الإستوانات الكبيرة لأن عمود الكرانك بيكون تقيل فبستخدمه هو كحدفة لأن بيكون وزنه أكبر طبعا عدد الركب هنا هيكون 8 غير عمود الكرانك اللي هيكون الركب فيه 4 بس وبالتالي وزن عمود الكرانك هيكون أخف فيه المحركة الأربعة سلمدر فأنا بعوض خفية وزنه في الأسقال بتاع الاتزام بتاعته وفي الحدافة أما لو كان عدد الإستوانات كبير فأنا بعوض ده في بقلل ترس الحدافة بتاعي فهنا عشان نفهم الفرق ما بين إزاي 10 لفات وإزاي 20 لفة وإزاي 10 لفات و30 لفة يعني ترس البندكس معقول يدور 30 لفة عشان ترس الحدافة يدور لفة واحدة بس آه عشان ترس الحدافة بتاعي في الحالة دي كبير لأن عدد الإستوانات هيكون قليل وبالتالي أنا محتاجة أخزن طاقة من الأشواط الفعالة للأشواط الغير فعالة تعالوا كم المفتاح بقى المفتاح الكهروماغناطيسي أو الدقمة بتاعتي أو الدقمة بنسميها دقمة أو الأوتوماتيك أو اللاقت فكرة عمله بسيطة جدا هنا فيه في البرميل الخارجي ده ملف الملف ده أنا بديله طيار كهرباء الملف في البرميل الخارجي هنا فيه قلب حديدي مصنوع من الحديد الصلب هو ورا منه ياي اللي قدامي ده قلب حديدي من الحديد الصلب ورا منه ياي وراه في جهة اليمين ياي وهنا المشبك اللي هيمسك الرافعة المشبك في المستطيل اللي قدامي ده اللي هيمسك الرافعة بتاع التيرس البندكس عشان لما أنا أوصل طيار كهرابي هنا يقوم يعمل مجال مغناطيسي يقوم يجذب القلب الحديدي ده جهة الخلف يوديه جهة اليمين يخدل للخلف كده ضد الياي لما يسحبه ضد الياي يسحب معاه الرفعة من خلال الفتحة دي يوم يحرك ترسل بندكس ونشوف الحاجات دي حركة أو فيديو دلوقتي حالا إن شاء الله يبقى الدقمة أو الدقمة أو المفتاح الكهرو مغناطيسي فكرة عمله أن أنا بديله طيار كهرابي يحول الطيار الكهرابي لمجال مغناطيسي باخد المجال المغناطيسي ده أسحب بيه القلب الحديدي اللي قدام مني عشان أعمل حركة ميكانيكية لترسل بندكس تعالوا نكمل وده شكل الملف أو الدقمة بتاعتي بتتكون من إيه أنا الملف عنده وده قلب حديدي وورا منه ياي وهنا بعض الشباب اللي متابع معايا أو بيزاكر ومركز وأنا بتبسط جدا بعض الأسئلة يعني في زميل سألني في زميل ليكم سألني سؤال أنا بجد بحييه وبشكره وبتمنى كل الشباب يشتغلوا بنفس الطريقة طالب اسمه طاهر سألني إيه نظام السكاي أو فيه أنظمة حديثة نزلت في نظام السيارات خلى نسبة خلط الهواء للبنزين واحد لخمسين ياريت نقرأ في الحتة دي وكمان سألني فيه النقطتين بتوع التلامس اللي قدام مني دول إحنا ليه حطينهم هنا في المفتاح اللي قدام مني ليه حطينهم هنا عشان ما نوصلش للمحرك طيار المحرك الكهربائي ما نوصلوش طيار كهربي إلا إذا كانت الدقمة بتاعته شغالة يعني الملف ده لما هديله طيار كهربي هيعمل إيه هيجذب القلب الحديدي اللي قدامي ده للخلف ضد الياي لما يرجع للخلف معناها أن الدقمة بتاعته شغالة أو المفتاح الكهرومغناطيسي بتاعي ده شغال فيقوم ترسل بندكس يطلع له قدام في الحالة دي أنا أقدر أوصل طيار كهربي للمحرك فلما ده يرجع لورا بصوا معايا هنا كده يا شباب ده يرجع لورا ضد الياي القلب الحديدي ده هو كمان يرجع لفين لورا ثم النقطتين بتاعت تلامس دول يوصلهم دولا النقطتين السود دول هيوصلوا بالمصمرين دول اللي هم جي لهم طيار كهربي من البطارية ده معناها أن الطيار الكهربي هينزل من هنا يروح للمحرك الكهربائي بتاعي أسفل اللي هو البرميل مع عدو الاستنتاج عشان المرش بتاعي يشتكل إحنا دلوقتي عرفنا المفتاح الكهرومغناطيسي بتكون من إيه وإزاي فكرة عمله إحنا قلنا واحد الملف الكهربائي واثنين ملف الإيقاف اللي هو هيوقف في المرش أو هيفصل عشان نقوله إنهي عشان يرجع يعكس الطيار بتاعي يعكس الطيار الكهربي لما يتعكس الطيار الكهربي يقوم القلب الحديد ده يطلع لبرة عشان يرجع عشان يحمي ترس المرش يعني هو هيعكس اتجاه الطيار اتجاه الطيار في المرة الأولية غير في الحالتين مختلف ليه؟ عشان أنا لو لما هتدي له طيار كهرابي عشان اشغل المرش هيصحب القلب الحديدي بتاعي جهة اليمين عشان يطلع تيرس البندكس جهة اليسار لما ادي له طيار كهرابي اعكسه لما المرش بتاعي اشتغل او المكنة بتاعته اشتغل هيقوم يطلع القلب بتاعي جهة اليسار عشان ينهي عمل تيرس البندكس تعالوا نكمل ده مكونات تيرس البندكس او تيرس البنيون بس بشكل عشان نعرف الأجزاء بتاعتي وإحنا عرفناها وده الرفعة هيت وده المفتاح الكهروماناتيسي وده الترس وده القابط بتاعي اللي هو بيحمي ترس البندكس لو اشتغلت الحدافة وفي نفس الوقت بيلغي عمل ترس بيلغي عمل المرش لو حد غلطه يشغل المرش والمحرك بتاعي يشغل عشان يحمي ترس البندكس ده شكل بدء الحركة مع الحدافة أنا محتاج أشغل الترس الصغير ده هو عشان يشغل الترس الكبير اللي هو بتاعي الحدافة عشان يبدأ يدور المحرك بتاعي ويديني شوت كدر تعالوا نكمل وهنا الحركة هتكون 20 لفة لترس البندكس في المحرك اللي قدامي يعني ترس البندكس هيلف 20 لفة عشان ترس الحدافة يدور لفة واحدة بس القابد بقى القابد ده بنستخدمه القابد اللي هو خاص بترس البندكس ده يراكب وراء ترس البندكس بالزبط وفايدته إيه؟ هو بيستخدم رمام بيلي سطواني هنا أهو وراء منه ياي فكرته إنه هو بيخلي اتجاه الحركة في اتجاه واحد اتجاه واحد فقط لو أنا حركت الدائر الخارجي أو الترس الخارجي ده هو اللي هو متعشق مع ترس البندكس في اتجاه عقارب الساعة اتجاه الدوران ده كده إيه اللي هيحصل؟ يا يدي بتاعتي دي هترجع للخلف تمام؟ يوم يخلي البلي بتاعي ده يسقط في مكان فيه خلوص نسبة خلوص عشان ما يحصلش احتكاك فيخلي حركة ترس البندكس ما توصلش لو هتيجي الحركة عكسية يعني لو حد ده فالله هتحرك ترس البندكس ما ينقلش الحركة للعدو الضوار عشان ما يكسرش المرشي بتاعي يبقى القابط فايدته إنه هو توصيل الحركة في اتجاه واحد هيخلي من خلال رموان البلي اللي قدام مني ده يا إما زنوء أخد أضغط البلي في مكان دياء فينقل الحركة أو أخده في مكان أوسع شوية عشان ما ينقلش الحركة للعدو الضوار ده القابط وفايدة القابط في مجموعة ترس البندكس اللي هو إحنا لسا نتكلمين عنه حالاً اللي هو بيخلي لو سرعة الحد ده فزادت عن ترس البندكس يفصل الحركة بتاعتي أو يخلي مفيش حركة تروح لعدو الاستنتاج بتاعي عشان ما يكسرش المرشي بتاعي طيب تعالوا بينا نشوف كمان الأجزاء المختلفة لقابط هي نفس الفكرة بيشتغل برموان بلي زي ما احنا شايفين وراء منه ياي عشان يحفظ أو يحافظ على ترس البندكس بتاعي عشان ما يحصلش كسر لي وعدو الاستنتاج اتكلمنا عنه ويعرفنا أنه هو بيتكون من مجموعة من الملفات تعالوا بينا نوصل لنظرية العمل ونظرية عمل المرشي باختصار شديد جداً لو احنا دخلنا طيار كهربي للقلب الحديدة أو المصمار أو الإبرة اللي قدام منه دهيت الطيار الكهربي هيمر من القطب الموجب عشان يروح للقطب السالب بتاع البطارية فلو طبقنا قعدة اليد اليمنى ومساكنا الملف ده هو مساكنا الملف ده بأيدينا اليمين هنلاقي ان اتجاه الطيار بيمر مع اتجاه صوابع ايدي والإبهام هيشير للقطب الشمالي إذن الإبرة المغناطسية دي هي كمان هتبى شمال وشمالي مع المغناطس اللي قدام منه ده هيبى شمالي مع شمالي يوم يحصل تنافر يوم يتعكس يروح يلف تلف الإبرة دي احنا هنسبت المغناطس تلف الإبرة تيجي الناحية دي يوم يتعكس اتجاه الطيار هيتعكس اتجاه الطيار تقوم تيجي للقطب الجنوبي تلاقي جنوبي جامع جنوبي يوم يدورها هو كمان يحصل تنافر يوم يتعكس عمل المرش بتاعي زي ما احنا شايفين وتعالوا نشوف بسرعة كده ازاي المرش بيشتغل لما هندخل طيار كهرابي من خلال المفتاح هيخش طيار كهرابي للملف اللي قدام منه ده هيجزب القلب المغناطسي للخلف زي ما احنا شايفين يوم يسحب الرفعة من فوق جهة اليمين من اسفل جهة اليسار عشان يحرك تيرس البندكس اهوه وفي نفس الوقت هيناء وصل نقطتين التلامس اللي هنا بصوا معايا وصل نقطتين التلامس عشان ييجي الطيار الكهرابي يروح للفحمات يروح لعدو الاستنتاج عشان يدخل طيار كهرابي هنا فيقوم يحصل تنافر يقوم يطلع التيرس ويتعشق مع تيرس البندكس زي ما احنا شايفين وبكده نكون باختصار تكلمنا عن دايرة بدء الحركة والمرش وفكرة عمل بتاعتي بتتم ازاي في نهاية الحلقة عايزين نقول ان فكرة عمل المرش هو بيستخدم المجال المغناطيسي عشان يحوله لطاقة كهربائية وبيتكون المرش بتاعي من ثلاث اجزاء اساسية اللي هو المحرك الكهربائي واللائط او الكهرومغناطيسي او المفتاح الكهرومغناطيسي ومجموعة التحكم في تيرس البندكس في نهاية الحلقة بشكركم وبتمنى ان انا كنت وصلت ليكم معلومة واتمنى ان انا شوفكم في حلقات قادمة ان شاء الله نراجع فيها مادة الكهرباء للصف التالت مركبات بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة